في واقع مظلم يعيشه سكان قطاع غزة شهد مخيم جباليا فصلاً دموياً جديداً في تاريخ هذه الحرب حيث أطلقت إسرائيل ضربة جوية استهدفت أحد قادة حركة حماس لكنها سرعان ما تحولت إلى كارثة إنسانية تحقيق لصحيفة وولد ستريت جورنال الأمريكية يظهر أن هذه الغارة أسفرت عن مقتل أكثر من 120 مدنياً الصحيفة الأمريكية كشفت في نتائج التحقيق عن تفاصيل صادمة بشأن الضربة الجوية التي نفذتها إسرائيل في مخيم جباليا تحقيق الصحيفة يشير إلى أن المخططين العسكريين قاموا بالسلسلة من الحسابات الخاطئة بناء على معلومات غير كاملة أدت إلى دمار وخسائر في الأرواح أكبر بكثير مما توقعوا ومن بين هذه الأخطاء أفقاً للصحيفة أن إسرائيل قررت عدم تحذير المدنيين في المنطقة من غارة جوية وشيكة عبر رسائل هاتفية خوفاً من منح المسلحين وقتاً للفرار وثاني هذه الأخطاء حسب المحللين أن الجيش استخدم على الأقل إثنتين من أكبر القنابل في ترسانته بدلاً من استخدام ذخائر أصغر حجماً هذه الضربة تركت جثث ما لا يقل عن 126 شخصاً تحت الأنقاض مما جعلها واحدة من أكثر الهجمات دموية في حرب غزة وفقاً لمنظمة إيروورز البريطانية هذه الأحداث تعكس تفاقم الوضع الإنساني وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه جهود الدولية للحفاظ على السلامة المدنيين في مناطق النزع